في تغريدة له على موقع تويتر كذب وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكين ما ذكره وزير الخارجية الجزائري صبر بو قادوم والذي اعلن في تدوينة له على حسابه على تويتر انه تباحث هاتفيا مع نظيره الامريكي بشأن عدة ملفات منها قضية الصحراء بلينكين اكد انه تباحث مع بو قادوم بشأن الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل قبل ان يبارك له شهر رمضان وفي هذا الصدد اكد نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الامريكية بدوره ان المباحثات الهاتفية بين رئيسي الدبلوماسية الامريكية والجزائرية انصبت حول الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل ومواضيع اخرى متفرقة